لم يعد سراً أن أزمة السيولة النقدية أخذت تعصف بالقطاع المصرفي في لبنان فمع تساعد الأصوات المطالبة بضرورة إصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني ضعفاً وهششة غير مسبوقة تسابق الحكومة الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر حلول خلفت جدلاً واسعاً في الداخل والخارج إعادة النظر في دعم استيراد السلع الحيوية على رأسها الدواء والمحروقات هو من بين الحلول التي خلصت إليها الحكومة لمواجهة الوضع الراهن وبحسب الإحصائيات فإن كلفة الدعم الشهري للسلع تقدر بنحو 600 مليون دولار شهرياً يذهب الجزء الأكبر منها للمحروقات إلا أن معظمها يهرب عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا دون أن يستفيد منها الشعب اللبناني رفع الدام عن السلع يأتي في وقت يواجه فيه اللبنانيون أكبر أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد وهو ما ينذر باحتقان اجتماعي غير مسبوق في حال إقراره بحسب خبراء إلا أن حاكم مصري في لبنان لديه رأي آخر نحن عنا هلأ إمكانية ضلنا على الدعم لشهرين يمكن تقرر كي يصير فيه بطاقة اجتماعية موازاتا مع هذا تفائل السطح حديث عن خطة لخفض الاحتياطي الإلزامي لتحرير السيولة النقدية لدى المصارف اللبنانية واستمرار دعم السلع الحيوية وهو ما نفاه حاكم مصري في لبنان وضع يضع اللبنانيين بين خيارين أحلاهما مر المساس بقدرتهم الشرائية من خلال رفع الدعم أو المساس بما تبقى من أموال المودعين بحجة الاستمرار بتقديم ذلك الدعم موازاتا مع كل هذا يبدو أن لبنان يواجه معضلة أخرى لا تقل خطورة عن سابقاتها الحصول على مساعدات الداعمين الدوليين الذين اشترتوا على الحكومة كشف الحقائق المخفية في ميزانية المصرف المركزي قبل المضي قدما بأي برنامج دعم أو إقراض للبلاد عيسى بوسوسو الحدث اشتركوا في القناة